موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات وفقرات الاستشارات الأسرية والتربوية مع ضيفة حلقتنا المتكررة الحمد لله الدكتورة إيمان ربيع حلقتنا النهاردة مهمة جدا للأباء والأمهات اللي بيشاهدونا حلقتنا أو عنوان حلقتنا النهاردة عن الرسائل التربوية يا طرق إيه هي رسائل الدكتورة إيمان هتقدر تقدمها لنا النهاردة في حلقتنا ومن خلال شاشتنا أرحب بضفتي أولا أهلا بحضرتك يا دكتورة إيمان أهلا بيك يا أستاذ أهلا وسهلا يا طرق إيمان هنقدم إيه من رسائل التربوية للأباء والأمهات اللي بيشاهدونا النهاردة والله إحنا النهاردة عندنا كام رسالة كده إن شاء الله أنها تكون يعني توصل وتدي الهدف اللي إحنا عايزينه إن شاء الله إن شاء الله طبعا هنتكلم عن الأباء والأمهات وعلاقتهم بالأولاد سواء كانوا فترة الطفولة أو فترة المراهقة العلاقة بصفة عامة الرسالة الأولى واللي بنقولها في كل مرحلة من مراحل عمر الإبن أو البنت هي إنك لازم تأوي سلطك بطفلك أو بإبنك بصفة عامة طبعا الإبن هنا أنا مش قصدي الولد بس أنا قصدي الولد والبنت هو الإبن كله يعني كبنت أو ولد أقوي السلط زي لازم يعني بقى فيه كده مساحة نعود نتكلم مع بعض ما فيش ما يمنع إن إحنا كده لما ندخل من الشغل أو من باب البيت أحدهم ابني وأحدهم بنتي الحب نده بيدي حنان وبيدي تعبير عن الحب وعن المشاعر الأبوة أو مشاعر الأمومة كل دي حاجات بتساعد على استقراره النفسي إنه يعيش معاه اللحظة عيش معاه لحظته عيش معاه وقت كل حاجة هو بيمر بيها فرحه ومشاكله ساعته حاجة قلقاه كل دي أمور لازم أنا أعيشها مع ابني وعيش اللحظة دي معاه وافتكر لما كنت أنا في سنه كنت محتاج قد إني يبقى والدي أو والدتي يكونوا بيعيشوا معايا الموقف ده أكيد الرسالة الثانية هي إنه فيه عارفة كده لو حاجة تفتكر الفيلم اللي كان بيقول مش فاكر اسمه الحقيقة فيلم من زمان اللي كان بيقول هذا الدواء فيه سم قاتل أوه ده كان الفيلم مش عارفة سوى البنوتة السغننة لو جاب الدواء هنقول إن الطريقة دي فيها سم قاتل احضر هذه الطريقة إيه هي بقى الطريقة دي هنقول موقف صغير كده ولد داخل على مامته في البيت بعد ما رجع من مدرسة ماما أنا عايز أحكي لك حاجة خير أنا صاحبي ضربني طيب رد الأم هيكون إيه أنا عارفاك شوف إنت عملت له إيه الأول شوف إنت عملت له إيه الأول خلاه هو يضربك دي طريقة يعني جدا سيئة في التعامل مع الموقف ليه؟ لأن النتيجة من الطريقة دي هي شخص بعد كده بيعاني من جلد الذات المستمر هو على طول حاسس إنه عنده مشكلة إنه هو السبب في أي حاجة بتحصل إنه هو اللي مزند لأ أنا يجي ابني يقولي ولا بنتي صاحبتي النهاردة زعلت مني صاحبي حصل بيني وبينه مشكلة ما قلوش إنت السبب شوف إنت عملت إيه لأ أسمع منه الأول اللي حصل اللي حصل الأول وبعدين أقوله آه إنت هنا غلط وهو كمان هنا غلط ده ممكن تقدي الرد ده العنيف بالنسبة للطفل ممكن يقدي إنه هو ما يجيش بعد كده يشتكي ويتصرف من دماغه حيتصرف من دماغه لأنه هو هيشعر دايما بإحساسه بالزنب ولما هيجبر هيكون تبعات الطريقة دي إنه على طول هو عنده شعور بالزنب اللي بنسميها جلد الزيت هو على طول بيحاسب نفسه على أي موقف يحصل يبقى هو السبب فيه تمام فدي طريقة أبدا مش يعني غير مقبولة في التعامل مع إنه مواقف بتتحكي وما أكثر المواقف دي في المدرسة وفي النادي وما بين الأرائب كتير جدا فلازم أنا أقوله الأول إيه اللي حصل تعالي حكي لي الموقف بالزبط إيه اللي حصل فنبعد تماما عن أنت السبب لأ أنا عارفاك شوف أنت عملت له إيه لا ما ينفعش الكلام دي إسماعيل أول أفهم الأول بالزبط وبعدين أحكمي بالعادل يعني أحكمي باللي أنت شايفة حتى لو أنت شايفة من ابنك أو بنتك مخطئة يبقى أنا حقوله تمام الرسالة الثالثة الحب المشروط ما ينفعش أقوله أنت لو جبت درجات نهائية أنا أحبك لو سمعت الكلام أنت حتبقى ابني وحبيبي لأ ما ينفعش هو لازم يعرف في كل الأحوال هو ابني وحبيبي وبنتي وحبيبتي وأنا بحبك بصرف النظر حتى لو أخطأت أنا بحبك أنت كابني وكبنت لكن أنا ممكن أكره السلوك أو أرفض السلوك الغلط اللي ممكن يحصل مش معناها أني أنا بكرهك أو أن أنت عشان تعمل كذا لازم أنا هحبك ده هيطلع بعد كده شخص كل حاجة عنده لها شرط ويطلع تفكيره إلى حد كبير مادي ليه؟ إن الأمور عنده كانت إيه؟ لازم كل حاجة لها مقابل أه طبعا هي المكافآت ما بين الأب وابنه والأم وولادها مطلوبة بس خليها أكتر مكافآت معنوية يعني لا تتعدى المكافآت المادية والهدايا 25% من المكافآت ده مهم جدا ليه؟ عشان لا يشعر بعد كده إنه هو لازم عشان يتحق لازم يعمل حاجة كويسة علشان يبقى مقبول لازم يعمل حاجة كويسة هيطلع دايما بيحاول يرضي الآخرين عشان يحصل على الحب فدي كمان رسالة بنوجهها الأباء والأمهات إنه حبك لابنك وحبك لبنتك ده مفروغ منه إذا أنا هرفض حاجة أنا هرفض تصرف أو هرفض سلوك وخصوصا إن الأطفال في العمر دوت ما بيقوش مقدرين يعني إيه بابا يعني إيه مما أو حب بابا ومما فلما نيجي نسوامهم على ده بالزرع فكده هنلاقي نتيجة عكسية ومش بس هتبقى مساومة هي هيبقى فيها النوع من الابتزاز العاطفي أنا هبتزك عاطفيا إنك تسمع الكلام إنك لازم تكتهد وتطلع الأول علشان ماما تحبني أو بابا يحبني فده كمان يعني اسلوب مرفوض في التربية طيب فيه كمان رسالة أخرى عايت بابنك بدون إهانة يعني غلط طيب إحنا هنتكلم مع بعض هنتناقش هنعرف الغلط فين بدون بقى إهانات بدون عنف بدون إن أنا أسمعه ألفاظ أو أعلق عليه في الريحة أو في الجاي على الغلط اللي عمله طيب معلش يا دكتور في النقطة دي بس في كل الأخطاء ولا يعني ممكن أخطاء بأصلي بس دي نصف دي نصف دي نصف دي نحنا كأمهات تصرفات الأطفال سعب بتخلي الواحد يطلع عن شعوره نصف دي فبيبقى غصبا عننا إن إحنا ممكن إنت مثلا بتعمل حاجة غلط إنت إنسان مثلا مش بتفهم كده والبنت هكذا فهل فيه حاجات ممكن نتغطى عنها إن إحنا مثلا مع أولادنا لو اضطرينا يعني مش هقول اضطرينا يعني لأنه هي أساسة يعني ممكن تسيب لنا مساحة من الحتة دي لإنه بتبقى غصبا عننا وأكيد حضرتك أم مجربة أكيد أكيد بس خلي يعني عايز أقول لحضرتك إيه يعني ما نوصلش للإهانة أنا ممكن أأنبه ممكن أقوله كلام برضو منمق مش هنقول إن إحنا لازم نغلط فيه لإن ده بيحسسه قد إيه هو بيحتقر نفسه بعدين بيبقى حاسس إنه ما عندوش ثقة في نفسه فأنا ممكن أنا معاكي إن إحنا بنقدمين في الآخة البشر يعني لو حاجة حصرت ممكن أستفز فتطلع مني كلمة غصبا عني أو تصرف غصبا عني لكن ما يبقاش متكرر وما تبقاش هي دي الأساس في التعامل لما الطفل يغلط أو لما الولد أو البنت يغلطه كمان نقطة مهمة في حكاية العقاب أو لما يبقى فيه غلط أعاقب فوقتها لأن خالب ألا حضرتك فيه مشكلة كبيرة إن الطفل زاكرته قصيرة المدى فهو عمل إيه لكن طويلة المدى هو تعاقب إزاي؟ هو عمره ما بينسى حضرتك في الموقف الفلاني ماما ضربتني بالألم في اليوم الفلاني لكن أنا عملك إيه لأ؟ آه ممكن ينسى تماما هو عمل إيه؟ فيبقى العقاب وده اللي بيخليهم يقرروا الخطر بالظبط وبتفضل إيه؟ بتفضل جواه ومؤثره فيه نوع العقاب عشان كده أنا بقول إيه؟ إن إحنا لازم نمسك نفسنا علشان ما يتأثرش بعد كده نفسيا إنه نخلي العقاب على قد الغلط بالظبط وموافق للغلط يعني كسر لعبته هو كسر اللعبة تمام؟ إيه بقى الموقف هنا؟ مضربوش ومزعقلوش ومعودش أهين وإنت مهمل وإنت وإنت لأ طب خلاص إنت كسرت اللعبة مفيش غيرها يبقى كده أنا عقبته بالعقاب المناسب وفي الوقت المناسب مفيش حاجة اسمها طب لما نرجع البيت ماه هينسى أصلا هو عمل إيه؟ إنت هتفتكري في البيت وهيتضرب هيسمع كلام توبيخ أو غيره لكن هو هيكون نسي فيبقى مهم جدا أن العقاب يكون بدون إهانة وفي نفس الوقت مناسب للغلط اللي حصل وفي وقته ما تأخريش الوقت وما نديش الموضوع أكبر من حاجة بالضبط يعني خلي الحاجة كده يعني إيه؟ على قد الموضوع وتبقى مناسبة للنفس الغلط اللي حصل طيب إنت تأخرت برة كان مع أصحابه وتأخر برة طب تمام مش هقوله خلاص حرمان مفيش خروج تاني لأ هقوله طيب المرة الجاية أنت الإسبوع الجاي في الويك اند اللي جاي اللي جاي بس مفيش خروج علشان تعرف وتتعلم بعد جانك تلتزم بالوقت يعني مثلا مش مسكين الموبايل مثلا الوقت اللي إحنا إلينا لقى عليه وليجي نقول إحنا مفيش موبايل خالص من هذا إحنا في كلامنا بالضبط لا قادرتك مش هتقدر يتواصلي زي ما تفضلتي وفي نفس الوقت الحرمان الطويل المدى ده مش عقاب أنت كده يعني بتفرضي عليه أمور بتأثر فيه نفسيا لا يبقى دايما العقاب لو أنا هحدد يبقى محدود بالوقت والطفل بيشيل بالضبط هو دايما مش بينسى هو تعمل فيه لكن ينسى هو عمل إيه إحنا خلينا ده ده متاثقين عليه دايما يعني طيب في حاجة كمان قبول الخطأ دي رسالة لكل الأباء والأمهات مفيش حاجة اسمها مثلا الولد اللبس دلوقتي اللي إحنا بنشوفه البنطرونات اللي مش عارف شكلها إزاي وعملة إيه دي حاجات غير لائقة يعني المظهر العام برضو مطلوب فما ينفعش أقول أنا هسمح لابني ولما يجي حدي يقول له مثلا ليه إنت سايبه قصص شعره بالطريقة دي أو ليه مش عارف إيه ما كل الولاد كده ما كل الناس بتعمل كده لا هو مش صح إن إحنا نعمم الغلط ونعيش عليه مفيش حاجة اسمها تعميم للغلط الغلط غلط حتى لو الناس كلها بتعمله فهو برضو يفضل الغلط فأنا مقبلش الخطأ لمجرد إن هو بقى أمر شائع في المجتمع إحنا في حياة مجتماعية والناس كتير بتتكلم وفلانا وعلانا بس المشكلة كلها زي محافظتي كده تفضلت مشكولاً وقلت إن ما ينفعش من إحنا على الغلط نسيبه يتقرر ونقول إحنا سايبينه لليه حريته لا لا مفيش حاجة اسمها كده فيه لازم توجيح وفي نفس الوقت ما عدش أسمع الولد ما هي الناس كلها كده ما الولاد كلهم كده ما كل الناس بتقص شعرها بالطريق اللبس كله بقى كده لا يعني كل واحد كل واحد إحنا دايماً حتى أنا دايماً كنت بقولها لولادي يعني أكد البيوت بتختلف فكنت بقول لهم إيه إحنا كل بيت ليه قواعد ده مش معناها إن إحنا صح على طول الخط أو الناس التانية غلط على طول الخط بس في النهاية كل بيت الأب والأم بيحطوا قواعد معينة بيمشوا عليها وإحنا كده متفقين وراضين فما فيش أنا ما بغلطش اللي قدامي وفي نفس الوقت ما بغلطش نفسي كل واحد ليه سياسته يعني اللي هي زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال لكم دينكم وليه دين يعني أنا مش هفرد رأيي على حد وفي نفس الوقت أنا مفردش الغلط على حياتي لمجرد إنه هو بقى شائع وأمره منتشر زي الحالة المادية بالضبط كل واحد وليه حالة المادية هما بيمشوا كده عشان الحالة المادية عليها إحنا بيمشوا كده عشان حالة المادية كل إنسان يزروفه سواء اقتصادية مادية اجتماعية كل إنسان يزروفه كل واحد عنده قوانين في بيته طلع عليها وتربع عليها وممكن يتطفق معاه كتير أو يختلف معاه كتير في النهاية طالما أنا ما بعملش حاجة غلط وما بدرش حد يبقى ما فيش حد من حقه إن يقولي أنت غلط صحيح تمام إلا طبعا في الأخطاء اللي هي مفيش عليها جدال يعني التصرفات الخطأ اللي هي مفيش حد يختلف عليها في رقطة مهمة كمان ودي بنعاني منها يمكن أكتر مش من الأباء والأمهات أكتر منها في الجدات والأجداد الدلال الزيادة وبالله عليك يا دكتورة زودي بقى في الحتة دي عشان أنا عندي من ناحيتين بصراع وطبعا ربنا يخليهم جميعا وربنا يديهم صحة كلهم لكن يعني ما ينفعش اللي ماما وبابا في البيت بيقولوا عليه لأ يروحوا عند تيتا وعند جده يعملوا اللي هم عايزينه حيبقى هنا فيه دايما الفسحة جت الفسحة دي الحرية عين فري يعني أنا خلاص هيتحر فدي مشكلة كبيرة لأنه مع الوقت بيبتدي هو يرفض البيت يرفض أسلوب الأب والأم فيبقى حاسس أنه مزبزب وده بيعمل تشتت في شخصية للزبط فاحنا نبقى متفقين مع الجد والجدة أنا على راسي طبعا كلهم وربنا يديهم الصحة أنا عارفة أنه أنتوا بتحبوهم وعارفة أنه أنتوا عايزين تعملوهم كل اللي ما في وسعوكم هم موجودين بس نمشي على سياسة واحدة عشان ابني ما يكرانيش أو يكره بابا أو يحس أنه هو متأيد في بيته فيبقى حادر أكتر أنه يبقى عايش عند جدته لا فيه نقطة كمان بيقعوا فيها بعض الجدات والأجداد قصة نقل الأخبار لا الحمد لله أو دي بتحصل بس بنسمع ما نستخدمش الأطفال أبدا في أن أنا أعرف الأخبار مين عندكم؟ كالتوا إيه النهاردة؟ مين زاركم؟ ماما بتعمل إيه؟ بابا بيعمل إيه؟ لا هيطلع بعد كده النتيجة إيه؟ الداخل البيت خارج خلاص دي نقطة نقطة تانية هيطلع شخص ما عندوش أبدا استعداد أنه يحتفظ بأسراره وكمان فالتالي هو بقى تعود بقى دي بالنسبة له عادة أنه هو ينقل الخبر هتلاقيه بعد كده حتى لو أنت ما سألتهوش هو هيجي يقولك ترقائي لأنه هو تعود وبالعكس هيروح عند مامته أو عند أي حد تيتا كان بتعمل كذا عمته كان بتعمل كذا جده كان بيعمل لازم يوقف في الطفل حتى لو هو تصرف التصرف من كده أنا ما استخدموش أبدا أيوة ما استخدموش نهائية معودوش أصلا على الفكرة دي وإذا حصل لازم يقف ولازم يعرف أنه يعني الفتنة أشد من القتل وده حرام ما ينفعش تشوف حاجة وتحكي عنها ما ينفعش حاجة تبقى حصلت في البيت وتطلع برا دي حاجة مهمة جدا من الرسائل اللي إحنا ياريت أن دي سلوكيات بتأثر مش بس في الطفولة دي بتأثر بعد كده عليه هو كشخص كبير بعدين لما يجبر في حياته الشخصية حتى مش هيحتفظ بأسراره هيبقى بينقل الكلام بينه وبين زملائه في العمل ممكن يسبب مشاكل فدي حاجات من الرسائل اللي إحنا بنحب جدا نوصلها سواء للأمهات الأبهات والأكتر بتحصل عند الأجداد يعني ولو جي الطفل من نفسه قال أنا مثلا رحت عند تيتا بلشتيتا رحت عند صديق ليه وحصل عنده فيلي مع الموضوع بحيث أنه يعرف اللي داخل البيت ده أنت سمعت وشفت جوه البيت نظبوط إحنا إدخل زي ما كان الحكمة بتقول لك أنه لما ندخل بيوت الناس إحنا أنا أعمى وأصم وأبكم أنا لا بشوف ولا بسمع ولا بتكلم خلوس أنا أعود في مكاني ما عودش أرائب الناس وأطلع أتكلم وأحكي البيت ده أنا كان فيه إيه فدي بتبقى عشان ما يبصش لحاجة بعد كده أكيد دي أغلب الأمور اللي أنا كنت حابة أنه نوصلها في حلقة النهاردة كرسائل تربوية كده إن شاء الله على الحلقات اللي جاية نبدأ نقول حاجات تانية كمان ورصائح أخرى ودي أهم ما في حلقتنا النهاردة الكلام اللي حضرتك قلتين من موضوع رسائل التربوية لأنه جات فيه أمهات وأباء وتتات وجدات يعني بيبقوا فيه حابة حاجات كده محتاجين إن حد يأكد عليهم وشكرا لحضرتك إن أنت أكدت لنا عن معاملات دي كل الحكاة بتبقى أوقات الواحد ما بيبقاش واخد باله أكيد وبيتصرف بتلقائية لكن الطفل مشكلته إنه في السن ده تحديدا بيبقى عامل زي اللي سفنجة وإحنا اتكلمنا في النقطة ديابلة كده بيمتص الحاجة بسرعة ودايما الحاجة أو الصفة السيئة أو السلوك السيء بيعلق في ذهنه يعلق في ذهنه جامد فأنا مش عايزة أخليه يطلع عندهش اتزام في نقطة معينة طيب دكتورة كيف يتم تحديد سلوك الطفل سواء كي المقبول أو غير مقبول طبعا هنا السلوك أنا بشوفه من خلال متابعتي لابني وبنتي أنا أعرف الفرق إن أنا ابني متزن في سلوكه أو لأ سلوكه مقبول سوي أو لأ لو شفته مثلا في أول نقطة إنه فعاليته مدى فعاليته هو بيستجيب إزاي للأمور لما بيتعرض لمشكلة بيحلها إزاي لما بيحصل موقف بيحله إزاي أشوفه متفاعل مع الظروف اللي حواليه ولا لأ إذا تفاعل بشكل صحيح ومناسب يبقى تمام طيب غير الفعالية كمان إنه كفأته في إنه هو يبقى عارف إنه قادر يعمل إيه مهم جدا إن الطفل هنا يبقى عارف قدراته يبقى عارف هو بيعمل إيه طيب إذا ما كانش عارف إذا حاسس دايما بالضعف أو بالعجز يبقى فيه نقطة هنا أنا لازم أقف عنده أو ده هو عنده مشكلة في ثقته بنفسه في تعزيزه لتقديره لنفسه فلازم أرائب النقطة دي كمان المرونة يعني لما بتحصل مشكلة أو بيحصل موقف محرك في المدرسة أو أي إن كان اللي بتعرض ليه الولد أو البنت هو بيتصرف إزاي هل الدنيا بتسود في وشه وأميل للإكتئاب ويبقى مش عايز يشوف حده ومش عايز يخرجه يعني بيكبر المواضيع زيادة عن النزول ولا بيبقى عنده مرونة في إنه يتقبل أي ظرف قدامه ومش كويس ويبدأ يفكر هيطلع منه إزاي طيب إذا ما لقيتش الكلام ده بقى ولقيت العكس لقيت ابني مؤذي سواء مؤذي لنفسه بيلعب في الكهرباء أو مؤذي للآخرين بيخرب لهم حاجتهم أو بيدرب أو بيعض أو أي إن كان يبقى ده سنوك غير سوي غير مقبول أبتدى رائب بقى طيب غير كده هل هو تصرفه وردت فعله لأي موقف أكبر من سنه ولا مناسب لعمره الزمني ولا أصغر يعني مثلا واحد عنده 15-16 سنة كانوا قاعدين يلعابوا بلايستيشن مع أصحابهم تمام وخسر المباراة وبعد الله إنه قاعد يعيط دي تصرفات طفل مش تصرفات يعني حد يبقى لأ نقف هنا بقى كده في مشكلة لأنه الطبيعي اللي يتناسب مع مرحلته السنية والعمرية اللي هو فيها ما يتناسبش إنه يعيط عشان ماتش بلايستيشن تمام فهنا دي أمور لازم أرأيبها الحالات بقى اللي بحس بها بالكلام ده أبدأ بقى أشوف الموضوع ده بيتكرر كم مرة وإيه الظروف اللي تبقى حواليه عشان تتكرر وإيه المواقف اللي بتحصل فبسببها السنوك ده بيظهر ومن هنا أبدأ أحد بقى هو عنده مشكلة فيه وفي الحالة دي طبعا لازم ألجأ لأخصائي تعديل سنوك لأن أنا لاحظت إن ابني بيحصل عنده كذا كذا في الوقت اللي بيحصل فيه موقف الفلاني تمام طيب دكتورة يعني هو أنا عايزة على قد ما أقدر حضرتك تجاوبينا على أسئلة كتير أو بس ناخد السؤال دوت معاني يا دكتور في أي عملة يسمح لأطفال لا خلينا هل التعامل مع الأطفال بشدة بيجيب نتيجة سلبية أو إيجابية طيب إحنا لازم نفرق ما بين الشدة والحزم الشدة يعني عنف يعني بالعافية يعني قصوة يعني بالفرض لا لكن هو الكثير من الحزم في فرق بأننا أبقى حازم في قراري حازم يعني إيه حضرتك جات بنتك أو ابنك بقوا يتكلموا معكم هياخدوا رأيك في حاجة أنت مش موافقة عليها خلاص لا طب لأ ليه لأ للأسباب كذا وكذا واحد اتنين ثلاثة وفهمهم وفهمهم وانتهى زن بقى قاعد يعيط رمع نفسه في الأرض لا هتأثرش معين الحمد لله بالضبط كده حلص أنت خدتي قرار ومش هتتراجع فيه ده اسمه حزم ليه أنت ما فرطيش رأيك ما قلتيش لأ عشان هي لأ أو خلاص لأ عشان هو كده ده اسمه شدة لكن لما قوله لأ عشان لأ كذا وكذا وكذا أنا كده فهمتك ولازم تبقى قاعد كده تفكر بينك وبين نفسك هتقتنع باللي أنا بقول طب وإذا ما اقتنعتش تعالي تاني وأنا هفهمك طيب ما فيش أنا شايفة بقى يعني خلينا دلوقتي أنا هقول لأ لحد ما أنت بعدين هتفهم أنا قلت لأ ليه ويفضل القرار زي ما هو ده اسمه حزم فمهم قوي إن أنا تعامل بحزم أكتر منه إن أنا تعامل بشدة لأن الحزم أنا هقول رأيه مرة ومش هغاير رأيه تماما مهما حصل وهيتعود على كده وهيتعود على كده وهيتعود على كده ماما قالت لأ وبوبا قال لأ بالضبط في نفس الوقت في مرونة في مرونة في إيه في إن أنا قعدت معاك واتكلمت وفهمتك وفهمتك مظبوط طيب للأسف دكتورة يعني وقت حلقتنا خلص برغم إننا يعني كنا حطين أسئلة للمشاهد اللي بعتها لنا بس هنضطر نأجلها إن شاء الله لحلقة الاستفسارات والمكالمات اللي هي آخر حلقة إن شاء الله قبل شهر رمضان بإذن الله والحلقة الجاية هنتكلم في إيه دكتور عن المراحقة إن شاء الله ومراحل المراحقة وكلها إن شاء الله بإذن الله للأسف حلقتنا خلصت وما الحقناش إن احنا ناخد رسالة أكتر من جدا بس إن شاء الله نكمل في موضوع مهم الحلقة الجاية بإذن الله إن شاء الله نشكر جدا لدكتور عفوا شكرا للأسف أعزائي المشاهدين حلقتنا خلصت النهاردة ولكن فقراتنا في الحلقات دكتورة إيمان ما خلصتش انتظرونا السبت الجاية بإذن الله إن شاء الله اشتركوا في القناة